انا عارف ان انت بلا ياخد الفراج على المباراة البيرامدز البيرامدز اه وفيه مراقبة كده مراقبة مش عايز اقول حاجة تانية بس هي مراقبة من الناس للكابتن اعاب جلال انت هتنجح مع البيرامدز وصعادهم للدور القادم هتعدي مازينبي ولا مش هتعدي عشان نقول اللي الراجل ده ناجح ولا مش ناجح وكأن المباراة دي اللي هتحكم على مصير الكابتن اعاب جلال كله مش عارف الربط اصلا ليه يعني الربط اصلا خاطئ تماما المباراة كيتعاملة ازاي عشان بس اللي اقول نفاهم الناس انت تعدل السلب ده حصل ازاي شط اول هاي البيرامدز سيطر فيه على المباراة تماما مازينبي طول الوقت بلعب تحت الكرة في تلتة ملعبه مش في نص ملعبه في تلتة ملعبه بيرامدز كابتن هاب بيعتمد على الراجل لكاي ان هو مهاجم بيخرج برا الصندوق بيفضل المساحات لعبدالله السعيد وابراهيم عادل اللي كان دايما موجود في مركز المهاجم مع تكمل بقرق التمانيتين وليد الكارتي وبلاتاتوري هم اللي كانوا بيعملوا دور الصناقة مع عبدالله والتركيز كله على إبراهيم ثم التحول المفاجئ للاكاي من خارج التمنتاشر للسندوق في المناطق الخالية من المدافعين بيرامدز اهدر فرص كتير جدا عمر جابر الزاهير الايمن انفراد من السكس يارده والجول نام على الارضة حطها في جسمه إبراهيم عادل بعد تلتة اربع مراوغات وانفرده في الستة يارده حطها في الايم غير عديد من الكرات قرارات سيئة تزيد من جوة التمنتاشر خارج البرواس تماما فبرده كان فيه شوية تقارات لكن هجوميا كان عندك منظومة جيدة قوي للأسف مع التبديلات مستوى الفريقين خفطوا في الشوت تاني ومازينبي فرد خطوطه قرر يضغط اعلى علشان يمنع بيرامدز ان يوصل عنده ويشكل الخطورة دي الرجل كوتش بيرامدز كوتش مازينبي اتعامل في الشوت تاني بشكل افضل فقدر انه يقدم اداء دفاعي منضبط اكتر ويقل الخطور بيرامدز علي شوت الاركال بيرامدز التاني كان المازين بي وبالتالي التعادل السلبي كان بحسابات الاداء نتيجة عادلة بحسابات الفرص بيرامدز كان يستحق المكسب وان كان خروجه بشباك نظيفة دايما في النوك اوت يخلي كل الحسابات مفتوحة في برات العودة بيرامدز قادر على التسجيل فرد قادر في وجود لعبين زي إبراهيم عادل زي إسلام عيسى لو رمضان احتمال يعود لان في كلام كبير يعود لكاي نفسه فخر لكاي الفروت الجنوب الافريقي لو فخر دين بن يوسف يبقى متاح كل دول عبين كبار وخبرات وسرعات فهيبقى عندهم الحياء والكارتي في التحولات والتمرير هيبقى عبرها مدز عنده فرصة كويسة في التسجيل لان مازينبي مش مازينبي بتاع الخمس ست سنين اللي فاتوا نسخة ما هياش افضل حاجة فريق مازينبي يعني